يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أنا أم منذر واليوم صلطتنا كتير مميزة يلا سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير جبت اللوبي هاي اللي بتكون صغيرة أنا أعطى من قبل بيوم لحتى نفشة الحبة شايفين كيف صار منظرة بعدين هلا بدي أخذها إسلقة حطيتها على النار طبعا الماء رحت لقوه غيرت لانهي بتغير لون الماء رحت لقوه صارت غامقة بتركها على النار حسب طبعا الكمية اللي انتوا عملينا أنا تقريبا شي كوب هادا اللي مستخدمته بتلمسه بشوفه إذا استويت خلص بتكون جاهزة أنا عندي هون بدي خليها كمان شي خمس دقايب لأنه لسا كانت مو مستوية تماما جبت كمان فليفلي ألوان إذا ما عندكم فيكن تستخدموا الفليفلي الخضرة بس أنا أخذت من كل جزء شوي يعني قدرت تقريبا حبي واحدة من الفليفلي بس حاولت إنه تكون ألوان لحتى تعطي منظر حلو للسلطة بالإضافات الثانية كمان اللي بنا نحطها عندي هون ورق الخس كمان اخترت شي أربع أو خمس ورق من الخس وبصل أخضر إذا ما عندكم البصل أخضر فيكن تحطوا بصل عادي كمان بسير يعني المتوفرة عندكم فيكن تحطوا بعد ما فرمت البصل كمان جبت حبة من الخيار كمان بقى الطاعة نعمة هيك بهالشكل هذا وبضيفهم كلهم فوق بعض عندي كمان بقى دونس مفروم ناعم يعني هذول كلها مقادير تقريبية يعني قد ما بتكون أنتوا بتزودوا الخضرة هذا بيرجع لألكم بس أنا عاملي طبق صغير هلا هون عندي هذا الرشاد أنا خليته هيك على وضع الأرجيكون يا لأنه أنا يعني ما بعرف في البلاد التانية شو بيسموه بس هذا هو شكله الرشاد هذا إذا ما توفر عندكم فيكن تحطوا أنا هلا رح أخذ منه كمية قليلة يعني ما بدي أخذ كتير بس ما حق أفر مفرم غسلت كمية وصرت أطعن هيك بإيدي يعني قطعة صغيرة هذا اختياري يعني مثل ما قتلكم إذا مو متوفر أو ما عرفته شو هو الرشاد فهذا اختياري بس هو طعمته كتير بتكون طيبة كمان مع السلطة أطعته كمان هلا هذا هيك هلا اللي بنحطه نحنا علينا كمان هلا الخطرة عندي كلها صارت جاهزة أطعتها كلها جاهزة بدي أعصر كمان ليمون إذا ما عندكم ليمون فيكن تستخدموا الخل كمان بيعطيها نكهة وطعم كتير طيب حطيت هلا هون معلقة صغيرة من التوم المهروس هذا أنا ضيفت له شوية ملح وقد حط وقد دقيته وضفت عليه الليمون ودي حط كمان رشة صغيرة تقريبا نص المعلقة من النعنى على اليابس وقدر شيء أربع معلق من زيت الزيتون هذا رح يعطي طعم ونكهة كتير كتير طيبة للسلطة تبعنا لليوم هلا أنا بس بدي أحكي شوية صغيرة ملاحظة يعني هاي ممكن تستفادوا منها لبعدين أنتو إذا عندكم مثلا عزيمة أو بتكون تطلعوا مشوار فيكم تاخدوها هاي السلطة معكم لأنه كتير بتشبعوا وظريفة بتحطوا هذا اللي عملنا كله بطرميز صغير بتحتفظوا فيه وبتغلفوا الخضرة وبتاخدوها معكم وبتخلطون هناك لأنه هون في عنا ملح وعنا حامض هذا بيدبل الخضرة إذا بتكون ياها صاحية ما تخلطوهم مع بعض يعني عندكم عزيمة مثلا بتجهزوهم من قبل من الصبح وبتخلوهم بالبراد قبل ما تقدموا الطاولة أو الصفرة بتخلطوهم مع بعضون هلا اللوبيا عندي أنا بردت طبعا اللوبيا بتاخدوها كمان لحالة يعني بتخلوها بتتركوها لحالة اللوبيا عندي صارت بردة لازم تكون بردت تماما لحتى نضيفها للسلطة ما بنحطها هي وسخنية حتى ما الخضرة تنطبخ بحرارة اللوبيا ضفت كل المكونات المتل ما شفتوا مع بعضون هلا انتوا هون بتدقوها بتشوفوا إذا ناقص حمض ناقص ملح أنا عندي طلعت ناقصة شوية من الملح كمان ضفته صلطة كتير كتير ظريفة يعني شايفين المنظر لحاله بيحكي وكمان فيكم مثلا يعني بكرة على رمضان وسام فيكم كمان تاكلوها مثلا على السحور او ممكن يعني بتزين صفرة رمضان كتير كتير ظريفة هذا هو منظرة بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حابين تدعموني عملوا لايك وشيري للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا